موسيقى تحية لكم مشاهدين الكريم من جديد يخرج الحوثيون لتهديد المملكة العربية السعودية والإمارات بضرب عمق أراضيهم وأيضا يتباهون بقدرتهم العسكرية وقدرة طائراتهم المسيرة والصواريخ الباليستية على ضرب 300 أو أكثر من 300 هدف عسكري في البلدين فهل فعل المشاهدين الكريم يستطيع الحوثيون ضرب عمق المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات أم أنها مجرد بروباقاندا علمية تقوم بها الميليشيات في الوقت الراهن وأيضا مشاهدين الكريم هل تم بالفعل تطوير القدرة العسكرية لدى الميليشيا هذه النقطة أشار لها تقرير لجنة العقوبات الدولية وربما ذكر أن الحوثيون لديهم القدرة على تطوير قدراتهم العسكرية كذلك مشاهدين الكريم ربما نتوقف عند توقيت هذا التهديد الذي أطلقته الميليشيات ونربطه ربما بما تقوم به أو ما قامت به طهران من مناورات في الخليج عن طريق الطائرات المسيرة الدرونز في الخليج العربي هذا هو موضوع نقاشنا في هذا الجزء من حديثنا المسائي بمعيات الأستاذ الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة تصنع رحب بك معنا دكتور مساء الخير أهلا وسلام مساء الخير إذن مزالت الميليشي من وقت إلى آخر تخرج لنا وتقوم بإطلاق التهديدات ربما كانت في السابق هناك ضرب صواريخ للمملكة ولكن ليس في عمق المملكة العربية السعودية الجديد الآن أن الميليشيات تتباهى بتطوير قدرات عسكرية أيضا امتلاء مخزون باليستي وكذلك ما ذكره بالأمس بمؤتمره الصحفية نديهم القدرة على ضرب 300 هدف عسكري في المملكة وكذلك الإمارات دكتور بداية هل نستطيع أن نربط بين هذا التهديد وبين المناورات التي تقوم بها إيران أو قامت بها في الخليج؟ طبعا دعينا أن نناقش الموضوع بشكل مقاربة كلية طبعا نحن أمام حرب واحتراب محلي وإقليمي وأمام أيضا حرب نفسية يعني أنه واستراتيجية والحوثيين يتحركون بهدف بخطة استراتيجية هناك ربط وبدأت بوادر حتى تأسيس حزب الله على العمق السعودي قريبا بالتالي حكاية امتلاك ليس بهذه القدرة هو طبعا يحاولون الآن ستلاحظون الحديث عن قصف يعني هناك نوع من الندية هنا أمام حرب نفسية حرب صناعة الذات والآخر هنا نتحدث عن هوثيين ونتحدث عن دول التحالف ولا نتحدث عن سلطة شرعية وأنها قادرة على ضرب أهداف داخل دول التحالف الإمارات والسعودية هذا يؤدي إلى مقابلة ندية على أن هذه الجماعة إذا ما كان هناك محاولات للتسوية أو إيقاف البعالة تم باتفاق بين الحوثيين ودول التحالف ودقوة السلطة الشرعية أيضا هذه البروباغندة الإعلامية رغم أن هناك لهم قدرات لكن سنتحدث عن القدرات تخلق نوع من تماسك للجماهير المؤيدة لهم عقائديا جباد داخل ديها وأيضا نوع من إخضاع بقية الجماهير التي خاضعة لهيمنة الحوثيين قبرا هذه نوع من الرسائل أيضا هذه الخطاب يعمل نوع من تحسين الموقف التفاوضي وإرباك المشهد يؤدي أنهم قادرين على القصف يؤدي إلى رفع سعر النفط يؤدي إلى ارتباء داخل المواطنين يجعل من دول التحالف دول ضعيفة وهشة وغير قادرة على اقتناصهم هذا كلها عوامل مجتمعة طبعا هذا لا يمنع أنهم استولوا على سلاح القيش اليمني كان مخزون السلاح اللي تم الاستلاح لهم الـ 21 ستمبر هناك تقربة حزب الله في إيران إيران زودتهم ليس لديهم قدرات صناعية هنديهم قبراء من حزب الله وقبراء إيرانيين موجودين في الداخل اليمني يقوم بتركيب القطع داخل اليمن ويعطى مسميات لقطع مجمعة مسميات تعطي للجماعة القدرة على التصنيع بينما هي عبارة عن قطع مصنعة ومطورة بخبرات غير يمنية نحن أمام بالجهد تنتمي للقرن الرابع عشر لكن في الأخير هم لا يريدون يعني يشكلون أيضا انتصارا يشكلون نوع من الحرب النفسية أنهم قادرون على التصنيع كما كان يهدد حزب الله إسرائيل بأنه لديه من السواريخ عدد هكذا سيقصف هم نفس الاستراتيجية المتبعة لكن أين العنصر يأتي؟ يأتي هنا الخلل بأن دول التحالف لا ضرر ليوجود استراتيجيتين هذه الاستراتيجيتين هي التي أدت بهذه الجماعة أن تتمكن من استيلاء على سلاح الدولة تتمكن من تهريب قطع الطائرات وبعض الصواريخ وإعطاء مسميات خاصة بالجماعة أيضا هناك بروبغاندا لقوتهم بمعنى أن عدم حسم المعركة العسكرية من قبل دول التحالف لأسباب أنا أقول هذا الكلام بوضوح ليس ل يعني عدم حسمها نظرا لأن الإمارات كان لها استراتيجية بتأثيث المناطق الجنوبية وتأقيل الحسم بقى جيشنا الوطني في تخم صنعا عدم استعاذ التعز لأسباب متعلقة بهذه الاستراتيجية هذا يعطي من حيث الظاهر بأن الدول التحالف عاجزة دول التحالف غير عاجزة لكنها لا تريد الحسم خلال الفترة هذه الحوثيين اشتغلوا على عدة محاور المحور الأول حاولوا أن يعني يستولوا على مؤسسة الدولة برمتها تصفوا الحليف صالح استولوا على سلاح الدولة هربوا قطع كثيرة من السلاح سيطروا على المؤسسة التعليمية وغيروا مناهي المدرسية والذاكرة الوطنية استولوا على المؤسسة الأكاديمية والاستخباراتية ويحققون وسيضربون بسواريخ بعيدة المدى إلى السعودية والإمارات في مواعيد متقطعة لتعيدهم إلى المشهد لأنهم يريدون التفاوض بشكل مباشر مع دول التحالف إذن أقول للمواطن اليمني هذه الجماعة إذا ما يعني دول التحالف أو الرئيس الجمهورية هناك الآن خطابات تنادي بفك الارتباط مع الإمارات بالوقوف بوضوح الشعب اليمني قادر على انتزاع وابتثاث هذه الجماعة من الجغرافية ومن الذاكرة الوطنية لأن بقاء الجماعة كان وفقا لمخطط غربي أيضا لأن ليس لأنهم أقوية ليس لأنهم يمتلكون السلاح هناك أيضا المشروع هم لديهم مشروع عقادي هناك الأغرابية من الشعب وعلى ذكر الموقف الغربي سنتي أيضا لتصريحات تسافير البريطاني لدى اليوم مايكل أرون بما يتعلق بجماعة الحوثي وهو ربما اعترف أن جماعة الحوثي كانت أقل قدرة على نشر الفوضى والإرهاب حتى تلقوا تدريبا على يد حزب الله وإذن دعمتهم إيران ننضم معنا الآن سيدة اللواء مستور الأحمر الخبير العسكري والإستراتيجي من الرياض نرحب بك سيدة اللواء معنا مساء الخير نشاء النور لك أختي والغيفك الكريم ومشاهديكم الكرام تحية لك تحية لك سيدي إذن نحن نتحدث عن هذه التهديدات التي أطلقتها الميليشيا بالأمس من خلال المؤتمر الصحفي يعني يتبهون بقدرة عسكرية وامتلاكهم مخزوم من الباليستي سيدة اللواء هل فعلاً يعني الميليشيا باستطاعتهم أو هم يمتلكون أو باستطاعتهم أيضاً تطوير هذه القدرة العسكرية حالياً؟ ما هو ردك؟ أولاً بالنسبة مثل هذه التصريحات عادةً لكل طرف في الصراعات الحق أنه يعني يصرح بما يرى أنه من مصلحته الحوثيين يصرحون بهذه التصريحات ربع معنويات المؤيدين لإثبات الوجود نحن نعرف أنه أطلقوا على السعودية أكثر من 200 صاروخ لم يصل منها صاروخ واحد إلى هدفه كميعها دمرت قبل وصولها ليس مجرد الإطلاق أيضاً يعتبر ربما إنجاز 3-5 سنة وسدة اللواء ويعني التحالف يضرب القدرة العسكرية للميليشيات ولكن إلى الآن لم يتمكن من إبطال هذه القدرة العسكرية بحيث أنها إلى الآن قدرة على إطلاق صواريخ أعطيني فرصة لتكرمتي أنا معك لأنه طول هذا الفترة إحنا رأينا أنه خلال الستة أشهر الأخيرة تقلصت عدد الصواريخ التي تم إطلاقها إحنا عارفين أنه قبل فترة تم استهداف في صنع أماكن لتجهيزها للصواريخ وأماكن لورش عن منصات الإطلاق وأماكن لإعادة تصنيع أو إعادة تركيب الطائرات بدون طيار خلال هذا الفترة طبعاً هم يطلقون من الصواريخ ولكنها لم تصل إلى أهدافها يتم تدميرها المنصات للصواريخ أنا نتكلم بشكل عسكري هذه دائماً منصات ما تكون متحركة من مكان إلى آخر إحنا عندنا أيامها طبغرافية جداً صعبة جبال أوديا كثير من الأماكن يعني من الصعوبة أنه إيجاد مثل هذه المنصات وكل ما تم إطلاق صواريخ من منصات معينة يتم تدميرها نعود للسؤال الأول أن هذا العدد موجود عندهم مثلاً قوة صاروقية مثل ما هم يقولون أنا لا أتوقع أن بهذا العدد أنا عارف أن هم العوديين يعتمدون على التهريب ويعتمدون على التزود بهذا القطع وشار ضيفك الكريم كل هذه التقنيات أنا عسكري وأعرف لا ما كانت توجد عند الجيش اليمني وجميعها توجد عنده محدود وتم استنفاذها في تقريباً الأشهر الأولى ولكن بهذا العدد كلها طبعاً تزود بها إيران سواء الصواريخ أو سواء الطائرات من طيار أو للغامة البحرية التي تتم إطلقها في البحر أو القوارب المسيرة جميعاً تقنيات إيرانية وسبقوا أن استخدمتها إيران في حرب الناقلات في الخليج في الثمانينات في الخليج العربي ضد ناقلات النفط الآن الحوديين ربما أنهم يقولون عندهم عدد أنا أتوقع أنه عملية التهريب تم الحد منها علماً أنه أنتوا تعرفون أكثر مني أنه اليمن سواحلها حوالي 1200 كيلو متر مهما كان هناك من قوات بحرية من ردارات من رصد من دوريات شوية لابد من تسرب بعض الشحنات أو بعض وإيصالها إلى الميليشيات الحوتية سواء من هذا الصواريخ أو الطائرات أو خلاف أو أي من الأسفل التي تتم استخدامها يعني أفهمك يا سيدة اللواء أنت تتحدث أنه في الأول الأخيرة يعني تم تقليص ربما هذه الصواريخ التي كانت تطلقها الميليشيات على المملكة العربية السعودية وكذلك تم تقليص عملية التهريب ولكن ربما هناك مناطق يتم تهريب السلاح والاستفادة الميليشية منها طيب سأعد لك سيدة اللواء دعني أنتقل الآن لسيدة العميد الركن سيد عبد المجلي ناطق باسم الجيش الوطني سيدة العميد مساء الخير يا أهلا وسهلا بك يا أختي العزيزة والمشاهدي الكرام وبضيوفك الكرام تحية لك سيدة العميد إذن نحن نتحدث عن هذه التهديدات الآن التي تطلقها الميليشيات بهذه القضة العسكرية التي يمتلكونها ومخزون باليستي أصبح بحوزة الميليشية كونك بأرض المعركة بعد خمس سنوات من هذه الحرب كيف تنظر إلى القدرة العسكرية للميليشية هل تم تطويرها فعلا أم أنها في تناقص كما فهمنا من سيدة اللواء مستور بسم الله الرحمن الرحيم أن الميليشيات الإنقلابية الحوثية منهارة وهي تتقهقر يوما بعد يوم القدرات العسكرية أو بالأصحة الأسرحة التي انهبتها من مخزن القوات المسلحة تم استهلاكها في كثير من الأماكن سواء باستعادتها من الميليشي الوطني أو دمرت من قبل الطيران المقاتل سواء في مغارات وكهوف وصعدة وكذلك في صنعة ومحيطة وكذلك في مختلف المناطق أيضا أن هذه الأسلحة المنهوبة من مخازن القوات المسلحة الغالبية العظمى تم تدميرها من قبل الطيران وأيضا بأسلحة الجيه الوطني لكن حقيقة ما تم إطلاق الميليشيات الحوثية ما هي إلا فرقع إعلام دمى فعلا تلقى الميليشيات الضربات القاسمة والهزائم المتكررة في محافظة صعدة سواء في محور كتاف وباقم وكذلك في مران وفي القوف أيضا والضربات المركزة أيضا الجيش الوطني أيضا في حجة وكذلك في مختلف المناطق أطلقت هذه الفرقعات الإعلامية لكن نقول نحن والميليشيات الإنقلابية الحوثية أكدت أيضا أنه لا زال هناك تهريب للأسلحة بأنواعها من الحديدة والصريف وراث عيسى ولا حل إلا بتحريب هذه نقطة مهمة سيدة العميد موضوع التهريب إلى الآن لم يتم احتواء هذا الموضوع سيدة العميد أين تكمن المشكلة؟ أليس هناك لدينا خفر سواحل وهناك أيضا تحالف عربي وهناك أيضا جيش وطني يعني الكثير من الوحدات أيضا العسكرية والأمنية متواجدة أين الصعوبة في كبح جماح هذا التهريب التي تتفيد منه الميليشيا في تطوير قدرتها العسكرية حتى اليوم؟ الميليشية الإنقلابية الحوتية فعلا لا زالت تستخدم عملية تهريب وخاصة من ميناء نحن في اتفاق السويد الذي أجمع الحكومة مع الميليشيات الإنقلابية الحوتية برعاية الأمم المتحدة على أن تقوم هذه الميليشيات الإنقلابية بالرحيل عن ميناء الحديد والصليف الرسعيسة لكن تلك الميليشيات الإنقلابية رمز بتلك الاتفاقات والمبادرات عرض الحياة فقط هذا المنفذ الوحيد الذي عن طريق تستفيد منه الميليشيا يعني جميع المنافذ سواء البرية والبحرية مؤمنة لا يتم تهريب شيء للميليشيا؟ جميع المنافذ البرية تعتبر مع الدول المجاورة تحت سيطرة الحكومة الشرعية بالكامل لكن لا زالت هناك المياء المواني والمرافع البحرية على الساحل الغربي بتحرير الساحل الغربي ستنقطع كل تلك التهريب الذي يصل إلى الميليشيات الإنقلابية الحوتية ومن خلال إيران لكن تصريح هذه الميليشيات الإنقلابية الحوتية يوخذ أيضا بعين الاعتبار طالما أن هذه الميليشيات الإنقلابية الحوتية ما زالت تستقبل عملية التهريب صحيح أنها فرقة إعلامية لكن هذه تعتبر تصريح الميليشيات الإنقلاب الحديثية رسالة موجهة لعالم أجمع الدول المحبة للسلام والأنتهة وصلت في كذا مجرد بروباقاندا كما تحدث سيدة العميد السيد عبد الموجلي ناطق باسم الجيش الوطني شكرا جزيلا لانضمامك معنا وباقي معنا سيدة اللواء لو عدنا لك دكتور هيا الآن ربما اللواء مستور وأيضا سيدة العميد عبد الموجلي ربما هذه النقطة نقطة التهريب هي فقط ما تستفيد منه الميليشيا هناك تحجيم لقدرة الميليشيا العسكرية من خلال ما تقوم به التحالف حتى اليوم لهم خطابهم أنا أقول أنه الحديث ينبغي أن يكون عقلاني لأنه نأمم احتراب تدمير كل ما لديهم هذا محل شك لأنه هذه الجماعة مستمرة لمدة أربع سنوات في مواقهة تحالف دولي وبالتالي لم تستطع دول التحالف من إضعاف الحوثيين وبالتالي لأسباب ذكرتوا أن هناك استراتيجية عدم حسم المعركة لكن عندما نتحدث هنا التهريب تم صحيح لكن التهريب خطير عندما نتحدث أن تم التهريب في 2200 كم هذا يعني أن دول التحالف ستدخل المجتمع الدولي والدول الدولية والبريطانية وأمريكا والدول الكبرى للسواحب اليمنية لحماية الملاحة الدولية والحماية من التنظيمات المضطرفة وتهريب السلاح بالتالي أنت فشلت في حماية السواحل بغض النظر وتأمينها اثنين عندما يقول لهم دمروا الحوثيين اثبتوا لنا كيف يمكن لك أن تتحدث أنك دمرت الحوثيين ودمرت قدراتهم وهم يطلقون صواريخ من الحين للآخر ويهددون وأنا وأكد لك أنه قريبا جدا سيقوموا بعملية نوعية لإثبات هذا البروبغاندا ثانثا عندما تقنعني أنهم مدمرين وهو يعني هم يحققون سلطة واقعية موجودين أنت لم تدعم القيش الوطني يتقدم لم تحسن معركة من أربع سنوات وكأن هذا الحوثيين جعلوا منهم يعني دولة عظمى بينما هم مجموعة من ملشيت مدعوة من إيران اثنين أنا لا أخشى من امتلاك الحوثيين الأسلحة لأن هناك باتريوت وهناك يعني ممكن منظومة ساروخية تقوم بتدمير السواريخ الآن أنتم بتأجيلكم المعركة الأخطر من السواريخ تغيير البنية العقائدية خلال أربع سنوات تغيرت يعني معتقدات قيل من النشأ غيرت أو قدت فعطيتهم فرصة لتغيير المناهج عطيتهم فرصة لاستدعاء الهويات العقائدية سنة شيعة عطيت لهم فرصة لتشويه ذاكرتنا الوطنية بالتالي في المستقبل نحن سنواجه معركة ثقافية أصبح هناك الآن قيل لا يؤمن بالجمهورية أصبح عنده شرعية الحاكم مرتبطة بالولي الفقيه مرتبطة بعبد الملك الحوثي بهذه السلالة بالتالي هذه إطالة المعركة أخطر بكثير من السواريخ السواريخ يمكن مواقهتها عسكريا وأنتم لم تحسموها لم يحسموها عسكريا وهم قادرين على حسم المعركة عسكريا قادرين على إيقاف السواريخ لكن في الأخير أنت تمنعهم فرصة ويثبت للعالم أنهم قوة الثنين أنت تترك فرصة زمنية لأن يكسبحوا سلطة واقعية تترك فرصة لتغيير الذاكرة بالتالي ستكون معركتنا في المستقبل هذه كلها من كوارث كما تحدثت عن عدم الحسم المعركة حتى مهما كان من التهريب أنتم عليكم أن تكونوا صادقين في أن 80% من أرضنا لم تعد لنا بل هي تحت هيمنة الإمارات والسلطة الشرعية فرياض غير قادرة على العودة إذا أردتم بالفعل مواقهة إيران كما تقولون أننا أمام حماية الأمن القومي فحماية الأمن القوي لا تتأسس على هذه السياسات سيدة اللواء مستور الأحمر من الرياض لعلك سماعت كلام الدكتور هنا وعطفا على كلامه هناك أيضا ما يربط بين هذه التهديدات الحوثية وأيضا بين إطلاق الجيش الإيراني منورات عسكرية للطائرات المسيرة هي الأضخم في منطقة الخليج وبالتالي هل أيضا يشكل ربما هذا نوع من التحدي أيضا للمملكة العربية السعودية المناورات هذه هي ما ترسلت عالة بالاستهديدات في المنطقة أو بما ترغب إيران أن تصل رسالة إلى سواء الدول الإقليمية أو إلى خلافها معلات مستعدة الآن بالنسبة للحوثيين هما أصبحوا جزء من المنظومة الإيرانية في الدول العربية يعني يتناغمون سلبا أو إيجابا مع الأحداث في المنطقة بما يتماشى عن مصالح الإيرانية الأحداث العربية السعودية هي الآن تكون بدورها من ضمن التحالف العربي وهي قادة للتحالف تسعى إلى يعني هي على الجانب السياسي وعلى الجانب العسكري وعلى الجانب يعني على اقتصادي وعلى الجانب الإيراني في جميع الجوانات تسعى في يمن إلى المصول إلى حل يهو هدف التحالف عادة الشرعية إلى صنع التساؤل اللي أنا تقريبا الأطرح أو التساؤل اللي أنا يعني إحنا الآن عندنا قوات الشرعية لأننا نربع السنوات تقريبا هناك قوات مدربة على الأرض هناك قوات تعرف الأرض هناك قوات تعرف كبير برغم أنا ذي وجهة نظر شخصية ربما لا أعلم عن ما يدور في كواليث السياسة وكواليث العليا في بعض الأمور يعني إحنا عندنا هدف رئيسي هدف هو مستاح الحل في اليومي اللي هي مدينة صنعة صنعة هي عاصفة القرار السياسي والعسكري والمالي والاقتصادي والديني والتعليم وقل الألمور إذا عادت الشرعية إلى صنعة فالكواتيين لو بقوا في الجبال الأوضية المتنافرة في مساحة كبير من سنوات قويلة لم يحفظ لهم حساب المشكلة إنهم الآن في عاصمة القرار هم الألان مجيب العاصمة نعم وهذا تساؤل سيدة اللواء لماذا حتى الآن لم يتم القضاء على هذه الميليشيا لماذا يتم تضخيم قدرتها العسكرية وبالتالي التحالف يمتلكون يعني ربما كانوا قدرين على حسم المعركة في أول أشهر من هذه الحرب ولكن ضم إطالة أمد الحرب ويعني أيضا دخل على المشهد أيضا لاعبين دوليين الآن كما ترى وأيضا تم توقيف الآن معركة الحديدة وتعرف ما يجري الآن في الحديدة فهذا سؤالنا الكبير لماذا لم تحسم المعركة في وقت مبكر سيدة اللواء أنا أتوقع أنه كان أمام الجميع فرصة في أشهر الأولى في حسم المعركة لو تم الاتجاه إلى مثل طبعا ما تم تحلي العدد اللي هو الفديدة وصنعة ولكن لا نعلم عن ما يدور من كواليت العليا المعركة أصمحت متناثرة في أجزاء كثيرة من صعدة إلى كتاف إلى نهم إلى تعف إلى أمارك إلى كثير من المدن والقرى الأقرى ولكن الهدف الرئيسي مساء الحل أولا طنعا الشرحية يجب أن تكون على أرض الوطن يجب أن تكون متواجدة ما بين المواطن والعسكر والجميع ليعرف يعمل أن حكومتها أو مسؤولي متواجدين معها في نفس المكان هذه وجهة نظر الشيء الآخر أنه أنا ربما تم التوقف الآن ودراسة المرحلة السادقة الأقرى والإيجابيات والسلبيات والبناء للمستقبل أو خطة أجتبية أجتبية التوقف مهم في هذه المرحلة ويعادة تقييم الوضع بكامل والتعامل مع الحقائق والوقائق الجديدة على الأرض الحليل الآمن نتمنى أن لا يستمر التوقف كثيرا ويؤثر أيضا على سعر الأشياء التي تم تحقيقها في السابق أشكر شكرا جزيلا الخبير العسكري والستراتيجي اللواء مصور الأحمر شكرا جزيلا لإنضمامك معنا من الرياض لديك تعليق دكتور نريد أن ننتقل للمحور الثاني في حلقتنا عن تعز تفضل أعتقد أن علينا أن نتحدث بوضوح نقول لدول التحارف انتظروا بعض العمليات النوعية والحديث هذا عن الضبابي عن إضعاف قوى الحوثيين وتدمير مخزون السلاح وعودة 80% كل هذه أحاديث مضللة عليهم على سلطة الشرعية أن تواجه هذه الطروحات لأن من منح الحوثيين الوجود والقوة هي دول التحالف وضعف سلطتنا الشرعية هو التي ساهم بذلك أعتقد الحوثيين أضعفوا من نعش العنكبوت ولكن هناك من يخططوا لبقائها وهم يجرعون إيران في خاصرتهم نعم نتوقف عند هذه النقطة بما يتعلق بهذا الموضوع مشاهدين الكرامة بعد الفاصل سنذهب إلى تعز عاد المحافظ الجديد شمسان إلى المحافظة ما أبلز التحديات التي تواجهه وهل سيحقق جديد فيما يتعلق بالكثير من الملفات المطروحة في تعز بعد هذا الفاصل نفتح هذا الموضوع ثقوا معنا